مساء الخير عليك يا سيها مساء الخير يا كابتن هاني مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان مساء الخير حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير حلقة أول الأسبوع والحقيقة الحلقة دي علشان خاطر جماهير الأهلي هنقول فيها حاجات كتير قوي بس قبل ما أبدأ ما عايزة أنوه عن سؤال حلقة النهاردة هيتعرض دلوقتي حالا على الشاشة وده على صفحات القناة الرئيسية طبعا ورسمية على مواقع الاتصال الاجتماعي منتظرين تفاعلكم وإجاباتكم عليه طول الحلقة السؤال بيقول من المحترف الذي تتوقع تقلقه مع منتخب مصر خلال المباراتين المقبلتين وده يمكن برضو السؤال اللي هتناقش فيه مع ديوفنا اللي هشارفونا كمان شوية يمكن كلنا أكيد بنتمنى الفوز على كنا بنتمنى أن احنا نفوز على فيتا كلاب مبارح علشان نوصل لصدارة المجموعة ونقترب أكثر من التأخل إنما زي ما بتألف الحلات دي أولاً قدر الله وما شاء فعال يمكن النهاردة كمان في الشوط الأول مبارح تحديداً كان المفروض زي ما كل الناس اتكلمت وتابعنا كان ممكن يخلص ثلاثة واربعة لصالح الأحي وكمية فرص لا حصرة لها ضعت من اللعبة لكن أكيد التعادل ده أدى أقو يعني خلى اللعبة يستفيدوا منه فيه درس مستفاد هنا يمكن أهم حاجة من الدروس المستفادة إن يكونوا أكثر تركيزاً مع اللمسة الأخيرة دي اللي تقريباً كان نتحوار كل الناس اللعيبة مبارح يمكن وصلوا لبرمة المنافس أكتر من مرة فيه أكتر من فرصة ضاعت فرصة سهلة كمان يمكن كل حاجة مبارح في كرة عملت ولكن اللمسة الأخيرة دي يمكن افتقدت بعض الدقة كلفت الفريق مبارح إنه يتعادل أمام بطل كنهو بس لو بصينا على المباراة من الناحية الفنية أنت المفروض أفضل في كل حاجة كنت أفضل في كل حاجة وده اللي ممكن يخليني النهاردة برضو أشوي أكون متطمنة ونقش كابتن هاني في ده إن أنت في المباراة اللي جاية ممكن تكون أفضل لأن أنت فعلاً كنت أفضل فنياً أمام فيتا كلب مباراة كانت صعبة ولكن برضو هنقول ونرجع نقول تاني من غيره من غير الأهلي بطل المحن والصعاب ممكن يكون فيه تحفظات فنية على بعض الأمور لكن ده مش معناه أبداً أبداً إن إحنا نهاجم أي عنصر من عناصر الفريق سواء كان جهاز فني سواء لعيبة إن باريح مروان يعني أدى بشكل رائع وأحرز هدف وإحنا بنتكلم في فترة صعبة يمكن فترة محتاجة إن إحنا كلنا نتكاتف تكاتف الجميع كلنا لازم نكون خلف الأهلي عندنا مباراة مهمة جداً في الدور يوم الأربع اللي جاي أمام الإسماعيلي طبعاً وبعد كده هنلاعب فيتا مباراة لتقبل قسمة على اتنين من وجهة ناظري علشان كده اللعيبة والجهاز الفني ومحتاجين كل الدعم في الفترة اللي جاية محتاجين الثقة إن شاء الله نقدر نحافظ على اللقب الإفريقي في النسخة الحالية وده يمكن محتاج مجهود أكبر اللعيبة والجهاز الفني اللعيبة والجهاز الفني